بسم الآب والابنة والروح القدس الإله الواحد أمين نكمل مع بعض إجابة الأسئلة المتأخرة ومتراكمة شوية هحاول بقدر الإمكان أخلص واحد يقول يا بونا هل مرض الإنسان مرتبط بخطياء لأن السيد المسيح كان دائما في معظم الوقت لما يشفي حد كان يقول له لا تخطئ ثانية كيف أعرف أن هذا المرض بسبب الخطيئة والنساء مرض آخر ليس بسبب الخطيئة معلش أنا بس عايزة أقول معلومة سغنطوطة أنت قلت أن كل واحد المشيح فيه كان يقول له ما تغلطش تاني الحايدة ما حصلتش غير مرة واحدة مع بركة حزدة والراجل المشهول بقاله ثمانية وتلاتين سنة وقال للواحدة تانية لا تخطئ دي كانت ممسوكة في ذات الفعل قال له وأنا أيضا لأدينك لكن ما تغلطيش تاني لكن مش كل مريض المسيح شفاء قال له ما ترجعش تغلط وفي مثل المولود أعمى قصة المولود أعمى التلميذ يسألوا بقولوا هو العمد بسبب خطيئة ولا بسبب خطيئة أبو أمه فالمسيح قال لا ده ولا ده ده أنتوا هتشوفوا مجدى الله في المعجزة اللي هعملها دلوقتي وبالتالي القعدة لا ما قدرش أربط المرض في كل مرة بالخطيئة بس ما قدرش ألغي أن ممكن المرض يكون سببه خطيئة زي إنسان متعدد العلاقات ممكن يصب بمرض جسدي نتيجة العلاقات دي الحقيقة ممكن يصب بمرض جسدي يبقى هنا المرض السبب الخطيئة إنسان فضل يشرب كحول كتير كتير وحصل له تليف في الكبد إنسان فضل يدخن كتير كتير وجاء له نوع من أنواع الكانسر سواء في الحنجرة أو في الرئة أنا ما قدرش ألغي أن هناك أمراض سببها خطيئة لكن ما قدرش أحط قعدة إن كل مرض سببه خطيئة لكن المهم بصرف النظر إن المرض سببه خطيئة ولا لأ المرض في حد ذاته بركة أن الإنسان يراجع نفسه ويقول لعل ما يحدث الآن قد يكون سبب غلط أنا ما تبتش عنه وربنا بي فكر يبتدي يفكر فكر إيجابي في التوبة أن يستغل المرض من أجل معي ولا مش معي لكن ما قدرش أقول يعني مش عايز عيد الكلام يعني خلينا في الجزء الإيجابي إن أنا لو عيت وبحاسب نفسي قد آه وقد لأه لكن في كل أحوال اللي ربنا محتاج مني إيه التوبة السؤال اللي بعد الله محبة والمحبة بين الأقانيم الثلاثة منذ الأزل وقبل الخليقة صح فالآب يحب الإبن والإبن يحب الآب صح هل محبة الآب للإنسان كانت أكبر من محبته للإبن حتى يبزله للفداء عنه؟ أتكلم هنا عن علاقة المحبة الإلهية بين أقنوم الآب وأقنوم الإبن هل تتعارض مع الفداء ومعقول أن الآب يحب البشرية أكتر من الإبن فيبعث الإبن؟ فاهمين الفكرة؟ طبعا معلش هو فيه فهم كده محتاج يتصوب شوي إيه هي؟ أولا أقنوم الإبن ككلمة الله لم يبزل للموت لأن اللهوت لا يموت أقنوم الإبن لم يبزل أقنوم الكلمة اللي هو قبل التجسد غير قابل للموت لأنه الله ومسابه للآب في الجوهر ده هو اتحد بالجسد الإنساني علشان تبقى الجسد الإنساني هو الفداء يعني يبقى فداء غير محدود ما هو الإنسان محدود فلما يتحد بالله غير محدود يبقى الإنسان يسوع المسيح صار زبيحة غير محدودة لخلاص العالم كله لشان ما نلخبطش أولا مش الأب بذل الإبن بس ده الإبن نفسه بيقول في الإنجيل كده أنه يبزل نفسه فدية عن كثيرين يعني المسيح نفسه بذل نفسه بذل نفسه إزاي أنه لما أخذ جسدنا اتدبح بجسدنا على عود الصليب فقدم زبيحة خطيئة وزبيحة محرقة وزبيحة اسم عنينا كلنا تاني الآب والإبن في محبتهم لبعض حاجة وأن الإبن يتجسد وياخد جسدنا حاجة تاني واللي عايزة أقوله لحضرتك حتى الإبن لما تجسد وأخذ جسدنا لم يفارق السلوس يعني كان في حضن الآب وهو في الجسد زي النور اللي تبع من الشمس ووصل لنا بس ما سبهاش لأن لا توجد لحظة واحدة فصل فيها الآب عن الإبن ولا الإبن عن الآب ولا الاتنين عن الروح القدس لأن السلوس غير منفصل إله واحد لكن الإبن أنا دخلنا في حتة لهوت صعبة عليكم وكلكم على الأقل صاحب السؤال فيه ما نقصد إيه يابونا في فتاة أحببتها كثيرا وكنت أصلي دائما أن تكون لي نشأت في الكنيسة وأنا نشأت في الكنيسة وأعتقد أنها ستكون مناسبة لي عرفتها لسنوات على مر السنين لم تكن تفكر فيها أبدا كانت تقابل أشخاص كثير من الكنيسة وكانوا يؤذونها وكانت تأتي إلي راقضة متزمرة وكنت أنا أقدم لها نصيحة حتى لو كان يعني أنني قد أفقدها يعني هي تيجي تشكله من الناس فينصحها وهو جواب يتقطع عوزها لكن هو بينصحها من أجل إيه مصلحتها حتى لو على حساب نفسه وطلبت من ربنا أن يزيل مشاعري من نحيتها لكن الحقيقة لا وقف صلاة أن نصبح وحيدا ولكن المشاعر لم تتوقف أبدا بصراحة لا أستطيع تذخيل الزواج من شخص آخر ولا أريد الزواج على الإطلاق بعد الآن أدعو الله أن يجمعنا معا أو يزيل مشاعري نحيتها أو يرسل له شخصا يقدرها كما أفعل حتى أتمكن من المضيق قدم أننا نحن ناس طيبون ونؤمن بأن الله ما يريد ساحلت في حياتنا الموضوع بس إيه يعني كتبوا في وقت طويل فأنا اختصرته شوي بص يا حبيبي مدام أنت متعلق بيها قوي وهي شايفك مش أكتر من أخ وإنت في حالة من حالات التعب هاقترح عليك اقتراح بس يوقع عليه أبا اعترافك أنا باقترح بس مين لي وافق أكتر أبا اعترافك إيه الاقتراح ده ما تكلمها والصريحة باللجوك قل لها يمكن عمري ما جت في دماغك كشريك حياة لكن أنا أكتر واحد حسك وأكتر واحد حبك وأكتر واحد فهمك وكنت باجي على نفسي عشان أنصحك وحط على وطفي في خزنة عشان أقول لك اللي فيه مصلحتك أنا بقول لك كده ليه مش بكوة بحرجك أنا بقول لك خدي فرصة صلي لعلى الله يتكلم في قلبها من نحيتك بالإجابة أو شكرا أو حاجة أو حاجة تاني نعمل نسيتيني صدقين المهم يبقى تروح وتكلمها وأنت كده بتعمل كده عشان حاجة واحد عارف إيه ما ترجعش تندم في يوم من الأيام إنك عندك فرصة إنك تقول لها وما قلت الله برضو ارجع لأب اعترافك اللي عارف نفسيتك وعارف ظروفها لأنه ممكن يكون أبونا عارف حاجة عنها يقول لك لا بلاش السكة دي مثلا سؤال لم أستطع رد عليه المسيح هو الظاهر في الجسد وفي العهد الأديم ظهر الله في العليئة فما الفرق إذن؟ أيضا المسيح قال إنه ممكن طيب ثاني سؤال المسيح هو الله الظاهر في الجسد وفي العهد الأديم ظهر الله في العليئة فما الفرق ما بنقولش في العهد الجديد المسيح الظاهر في الجسد بنقول المسيح المتجسد المتأنس يبقى الصورة اللي شاف بيها الناس المسيح في العهد الأديم كانت ظهور زي ظهور الملاك أنا قلت الكلام ده في أول يوم زي ظهور الملاك رفاقيل لما أخذ جسد وسمى نفسه حنانية ومشي مع طبية قاعد معاه بياكل معاه بينام معاه لكن ده ملاك أخذ هيئة إنسان في العهد الأديم المسيح كان يظهر في هيئة إنسان يظهر ويختفي لكن الجسد اللي تجسد بي لسه موجود متحد بلهوته حتى هذه اللحظة ما حصلوش ففي فرق بين التجسد وعشان كده الكنيسة في قانون الإيمان قال التجسد لأن كلمة تجسد لوحديها ممكن تتفهم كظهور للجسد لا ما كانش تمثيلية ده صار إنسانا كاملا بكل المشاعر الإنسانية وكل الأحاسيس الإنسانية سؤال رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضت والبحر لا يوجد فيما بعد هل معنى الآية دي أن الإنسان هيرجع يعيش على الأرض بس تكون أرض جديدة لأ لأ ما فيش أرض أني مور لأن كل عناصر الطبيعة ستنحل في مجيء المسيح التاني لا هيبقى في أرض ولا شم ولا أمر ولا دورة شمسية ولا 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 الحاجات دي كلها لكن كلمة أرض جديدة وما فيش بحر يعني أرض هيعيش إنسان في سلام لأن البحر يرمز للإنشقاق والتحز ورأيت أرضا جديدة وسماء جديدة يعني فيه منظر جديد غير اللي أنتوا كنتوا عارفينه ويتكلم بعديها في الإصحل بعده على المدينة المهيئة النازلة من السماء ويقول لها 12 باب و12 لها قصة تانية وبالتالي ما فيش حاجة معها أرض جديدة ولا سماء جديدة لكن في ملكوت أبدي بعد مجيء المسيح حتى المدينة الموصوفة في سفر الرؤية دي مدينة رمزية يعني مش أبعادها حقيقية لأن أبعادها حقيقية مش هتشيل عشر تلاف ده احنا هنبقى ملايين بنعمة المسيح يعني سؤال يا ابونا قلت من يومين جوابت على سؤال شخص عن فوات الأوان لتقديم التوبة اللي هو الإنسان اللي ما كانش بيرعي والده وبعدين ضميره تعامل وقلت له يعوضها مع الناس التانية أنا عندي نفس المشكلة بس أنا كنت على علاقة مع جوزي قبل الزواج اعترفت ولكن لم أقدم توبة على العكس أنا حسيت أن بزواجي من زوجي أن أنا بتحدى وانتصرت على ربنا يعني عملت الخطيئة وتجوزته ده السؤال معنى كده أنها تحددت وانتصرت على ربنا أنا حالياً بفكر في الموضوع كتير واندمت ومش عارفة ممكن أقدم توبة إزاي مدام في ندم دي الشعلة بتاعة الفتيلة المدخنة اللي ربنا مش عاوزت فيها مدام في ندم أنت على الطريق الندم دا يتحول لدموع أمام الله بحماقتي وغباوتي حسيت أن أنا بتحداك وفضلت في الخطيئة أنا خطيئة قوي لكن إحنا عندنا ما فيش خطيئة تعصى على دم المسيح في الغفران تيجي الأبونا يقرأ لك الحل وما تفكرش في الموضوع دا التاني بس عشان تعب ضميرك لازم تقر بيه في سر الاعتراف سؤال الإنجليزي بيقول صاحب السؤال أنا مش من الكنيسة دي أنا مش من الكنيسة هنا لكن عندي السؤال السؤال دا بيقول هل قلب الأربانة اللي بركة هل ليها بركة إكسترا عن بقية الأربانة ليه لأن الأباء في كنيستنا بيوزعوا ويخلوا دي لأصحابهم زي ما أنت بتقولي طيب أنت من الكنيسة دي ولا مش من الكنيسة دي عشان نفهم بس مش من هنا أواخد راحتك بقى أوكي مش أنت اللي بعت السؤال أوكي فصاحب السؤال بيقول لما كهنة بتقسم لقمة البركة من الأطراف أطراف ونص يفضل مخليه يدي للحبايب يدي للإيه للحبايب أنا الحقيقة الحقيقة يا جماعة أنا عاوز أسأل سؤال اللي تناول الجسد الحقيقي من أربان الحمل اللي تحولت لجسد المسيح الحقيقي وشرب الدم الحقيقي هيحتاج حاجة بعد كده يعني لو ما خدتش لقمة البركة مش هتخلص لو ما خدتش لقمة البركة خالص بفترض أنك مش هتخلصها خالص محسوب عليك خطية لو لقيت الدنيا زحمة لو لقمة البركة خلصت قبل ما أبونا يوصل لك آخر لقمة كانت دهل اللي قبلك تبقى أنت كده خاطي وربنا مش راضي عنك يا جماعة ما تسطح للأمور البسيطة دي خلكوا أكبر من كده وبعدين إيه حكاية هو بس كان فيه حاجة زمان متعودين وإحنا أطفال كان أبونا لما يجي أوقات يوزح لقمة البركة زمان قوي قوي يعني أنا طفل كده كان لما يجي لقمة البركة في النص وبالصدفة يديها الوحدة يقولها يبقى أنت هتتجوز أسيس آه يعني قال يعني وطبعا ما حصلش لأن المفروض طبقا للي عملوا أبونا زمان لو تحققت النبوة يبقى عندنا 14 مليون أسيس يا حبيبي أنا عايز أقول حاجة أوقات إحنا سمحوني الكلام مش ليك يا ابني أنا معرفكش أوقات بنحسوك في حاجات لا قيمة لها أمام الله ركزوا على المسيح أبونا أصل هو كاتب أن الموضوع ده بيعسرني يعسرك ليه أبونا بيمزم فرضا هو عاوز القلب هيديل حد معين كان وعده واحد بيتفاقل وقال له أبونا سيب لي قلب الأربانة أي حاجة أنت التحدي بالمسيح أنت فوق قوي 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 بتبص على إيه إيه قيمة أنك أنت تتناول في أداس وتتحد بالمسيح وتخرج بالدين أبونا خليك يا حبيبي بصوا في آية بموت فيها بيقولها القديس بوليس الرسول لم أعزم أن أعرف أحد بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوم ما تبصش على أسيس وعلى دياكون وعلى شماس وعلى على كنابة ولا على نجفة بص على المسيح ده إحنا طول عمرين تعلمنا في مدارس الأحد الكنيسة هي مكان لقاء الله بشعبه يعني أنت جاي الكنيسة عشان تقابل بتاع إلتا كيف فصل إلتا كيف يشتغل النور قطع النور ما قطعش أبونا كاروت الأدس أبونا طول في الأداس مش شغلتك أنت جاي تبص على المسيح وبس لو عملنا كده هنرتاح ونريح سيبك ما اللي أنا قلت كله في الأداس جاي تديني قلب القربان عشان أنا حبيبك يعني حاضر أنا متجوزة وبحب جوزي نشكر ربنا وهو كمان بيحبني نشكر ربنا ده إحنا في عصر المعجزات في شهر مارس الماضي في شهر مارس الماضي كان بيشتري محل بيزنس وبعدين كان عاوز يرجع في البيع على آخر خطوة بسبب أن المحل ما كانش فيه بوضاعة كفاية ومبعاته كانت قليلة أنا قعدت أشجعه وأقول له أنت شاطر وقدها وهتقدر تقوم المحل من تاني وتشغله وسمع كلامي وأخد المحل بس للأسف الدنيا مش ماشية خالص في المحل وكل يوم بيعدي يقعد ويلومني ويقول لي أنت السبب أنا أخدت المحل وانت السبب في اللي إحنا فيه وإحنا علينا ديون وكل يوم في نكد وزعيق وكل ده طبعا قدام الأولاد أنا محتاجة نصيحة أعرف أتصرف بحكمة معاه إزاي لأن ساعات من كتر عصبيته وديقه وزعيقه بقيت بخاف منه وبحس أنه ما بقاش طيقني ولا بيحبني زي الأول هل كنت أنا غلطانا أني شجعته أولا عشان أطمنك هو لسه بيحبك بس هو تحت ضغط تحت سترس تحت بريشر بيزنس حط فيه فلوس وبيخسر وعليه ديون هو عاوز ينفس فعاوز يقول أنت السبب هو أنت ديت نصيحة وأنت قلبك نقي أن دي فتحة خير فأنت مش السبب المباشر لأنه هو برضو ما تضغطش ومحدش ضربه على إيده يعني كان قراره تحت تأثير منك فهو كرد فعل نفسي علشان متدايق بيطلع ثاني أكسيد الكربون في وشك تعملي إيه؟ استخبي بقدر الإمكان استخبي ليه؟ فترة وهتعدي وبعدين نعود مع حد من اللي بيفهم في فينانس وبيفهم في البزنس ونبتدي ناخد قرار لأن في أحيان كثيرة جداً خسارة دلوقتي أحسن مئة مرة من نزيف في خسارة تحت أمل أن في يوم من الآيام هنكسل فأرجوكم يعني أعرفوا حد من الخدام أمين يكون الأباء يرشحوا يكون جود أدفايزر في حاجة زي كده أقعدوا معه وخلصوا الموضوع من ناحية العملية أنت استحملي شوية ولو قال لك أنت السبب يعني في رأيي ما ترديش أنت ممكن تعملينه مطانية وتقولي أخطيت يتنرفز أكتر بتاعلي شغلك أنا عايش ده ولو قلت له أنا ما كنت شغل صديق سخطي مش تاها صوتك بصوا بصوا عندوك سرير أنت فهمت أنا بتحك معك ولما جوزك ينسألك بعد كده كلكم في مشروعة أخش لما أخش تقولي كلمة واحدة اللي تشوفه يا حبيبي ما تشوريش قولي واسأل الناس اللي اشتغلوا البزنس ده قبل كده وعندهم خبرة اسأل السوق في الطالع ولا في النازل ده حتى الشركات لما تجي تشتري الشركة بيجمع محميين ومحاسبين من بره يشوفوا حساباتهم آخر ثلاث سنين كان شكلها إيه وما كسبهم في الطالع ولا في النازل بالموضوع لأن كلمة بزنس ده كلمة مغرية بس نسبة الرزك فيها خمسين في المية يعني ممكن يطلع وممكن أنزل ادرسوا أكتر وما تسرعوش في حكات البزنس دي ممكن يا بونا تكلم الحموات تبطل تشتك أولادها وصل الحموات تشتك لأن ده بيأثر على الأحفاد وعلى الأولاد خصوصا لو كانت بنت يعني هي بتقول قل الحموات لو حتى أنت مش حبة مرات ابنك ما تتكلميش عنها كتير لأنك بتكلمي عنها كتير ده هيسيء لبناتك لهم أحفادك من ابنك لأنه مش هيتجوزوا بسبب صمعة أمهم الشديدة اللي أنت بترويجي لها هو بيني وبينكم إحنا كمسيحيين المفروض ما نتكلمش مع أي حد حتى لو أنا زعلان أو مجروح أتكلم مع الله وبالكتير قوي مع أب إعترافي لأن أب إعترافي سفر وغطى عمل زي البير الكلمة اللي بتخش ما بتطلعش عد ذلك ما تحكوش للناس لأن الخطيئة دي اسمها خطيئة تشهير تكريين أول يوم لما قلت لكم فيه ثلاث توائم النميمة والإدانة والتشهير لما نتكلم على عيوب إنسان ليس عنده القدرة أنه يدافع عن نفسه دي خطيئة تشهير ما يصحش نعملها فصح طبعا ما ينفعش الحمى تتكلم على عيوب مرات ابنها مع أي حد ده احنا كل يوم بنقول لأنه سطرنا طب نصطرحنا قال سلام يا قد سابونا قال أحدهم في عيد رهبانة أحد الآباء لكرامة وعظمة الرهبانة فقال أن السيد المسيح عاش باتولا ولم يتزوج أليس هذا بعيدا تماما عن الغرض الأساسي بهذه المقولة قلل من عظمة سر الزواج المقدس التي من خلاله يأتي البتوليين البتولية والزواج كلا هما يوصلان للسماء بالأعمال الصالحة والنعمة المعتلة برضو ما تدقش ما احنا عارفين أن أي راهب جزة يعني لقوه على باب الدر ما هو جي من بابا وماما فالجواز مقدس في المسيح والرهبانة والبتولية مقدسة في المسيح باتولية من غير مسيح ما تلزمناش وزواج وبيت مسيح من غير مسيح ما يلزمناش ما تبصوش في الحيطة دي وتقفوا قوي عدوها عدوها حدس بعيتلي سؤال بالانجليزي بيقول يا ابونا ممكن نتكلم في العظات عن مزايا الجواز بدل ما كل الأباء الكهنة بتتكلم على مساوئ الجواز ومشاكل الجواز وطلقات الزواج النهاردة جايز تقصد بها الرجال أو الولادة هو مكتوب بالانجليزي جايز أر سوبر سكيرد يعني الرجال بقوا مخايفين أو من الجواز فكل ما تتكلم على مشاكل الجواز الرجل اللي كان عند دونية بيجيب ورا فالسوق كده هيقف بتاع المنات فارجوكم يا أباء هما بتقول كده ما تتكلموش عن مساوئ الجواز حاضر سؤال سؤال واحد برضو بعد سؤال بالانجليزي طويل قوي قوي بيقول فيه هل الفرق في التعليم بين الزوجة والزوج يفرق في الحياة الزوجية بعد كده لأن سمع أكتر من حد بيقول المفروض يقول هل الكلام ده انطبق على مصر ولا انطبق على مصر والمهجر الحقيقة فكرة الجواز بتقوم على التكافؤ لحد ما طبعا لما بيكون في فرق شوية في التعليم بسيط بسيط وفي المقابل في مزايا تانية ان الانسان ده كل رجولة وكل شهامة ويحط بنتي في عينيها هنتنازل عن بعض الأمور بس برضو مش هنقدر نازل عن كل حاجة في مزايا بتغلي زي فرق السن برضو بنقول من فضل فرق السن قليلا لكن في مع زيجات معينة ممكن يكون فرق السن أكبر شوية لأن في صفات تانية تعوض هذا العيب فإذا تانى هناك في صفات قوية أو يتخلي الإنسان ده محبوب حتى لو شهدته أقل بس مش كتير برضو مفيش مانع الكنيسة عمره ما بتتدخل في الأمور دي بس هي بتدي نصايح مش أكتر ولا أقل آخر سؤال عشان وقت تب يجري هوى في الأسئلة سلام يا بونا إحنا خدام في الهاي سكول مايك واشن إز أبعوت زالوست شيب البنت الخروف الضل وي ها بجلزة وينترس بص المشكلة اللي عند الخادم ده بيقول إن في بنت دلوقتي بعيدة قوي والأهالي كلها منبها على البنات إن ما يكلموش البنت دي والأهالي قالوا إن البنت دي لو جات مدارس الأحد لو جات مدارس الأحد مش هنجيب بناتنا مدارس الأحد وهو بيقول بين قوسين البنت فعلا يتخاف منها يعني مش تايبة وجاية لا دي ممكن لو جات تعثر أي حد عندنا هنا مشكلتين على فكرة المسل بيقولك التفاحة البيضة لما تحط فصة تعطن التفاح كله وفي الوقت نفسه التفاحة دي غالية قوي على المسيح لأنه مات علشان هذا رحل الساميرية اللي متجوزة خمس رجالة كانت متجوزة خمس رجالة اللي عايش معه كاكتراح كاكتراح البنت دي تخدم خدمة فردية وتهيأ للالتحاق بالقطيع لما بيكون عندي آسف خروف غالي علي بس معدي ما حطهوش في وسط القطيع لكن ما تبحوش ده أنا بعالجه ورعيه وأعمله إنتنسف كير عارفين عن إنتنسف كير يعني بديله رعاية أكتر من تسعة وتسعين لأن وبعد ما بدي الرعاية لي when he is qualified to come back هجيبه تاني وحطه في أسنين أخواته الأباد له أو يزوده أو إذا كان لك رأي يا ابونا في أي حاجة يعني طيب برضو هكتفي بالأمام هو أصل بس يا ابونا لو عملنا أسئلة ممكن نقعد لتنشر بالليل لا صدقني عندهم شغل بكرة لا 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 عندهم شغل صدقني أوكي وبعد لو تقلنا عليهم النهاردة ومشيناهم حداشر زي ما قلتك عاوز مش هيجو بكرة صدقني عارفه هيجو أكتر طيب نكتفي بالقدر ده وناخد الكلمة الروحية بتاعي بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحدة من حلون يا أبائي عايز أتكلم معاكم على الإرادة اللي تكلمنا عنها مبارح مبارح عرفنا الإرادة هي القدرة على تحويل الحلم والرغبة والاقتناع إلى واقع وقلنا في الإرادة في حاجات بتضع في الإرادة كسل التأجيل أنا هقولي اللي أنا فاكروا أنتم كاملوا معي وإيه كمان والدلع والإغراءات اللي هو الإكس بوجر والإحباط من الفجر كل ده قلناه مبارح إنه والوسط المحيط والأصدقاء بنعمة ربنا هنتكلم النهاردة هبتدي فروم سكراتش يعني فروم سكراتش أنا أنا إرادتي صفر في الصلاة ما بصليش ومقتنع أن الصلاة مهم في الإنجيل ما بقراش ومقتنع أن الإنجيل هو كلمة صلحة الحياة بس أنا عندي مشكلة يا بونا ببتدي وما بكملش في كل حاجة فالكلام اللي هقوله للن قصد للناس اللي الإرادة بتاعتها مفيش خارس أعمل إيه لو أنا إرادتي ضعيفة هحط روشتها من أربع أو خمس أدوية على حسب موقتنا يسمح الدواء الأولاني هسميه الخطوط الحمراء يعني إيه خطوط حمراء حدود قوية بيني وبين أي حاجة ليا نقطة ضعف فيها ما أنا إرادتي ضعيفة ما بعرفش أقول لا قدام حاجات معينة شخصية بتتهز وبضعف مع الوقت وأبقى عارف إنه غلط ومش عارف أوقف نفسي على الغلط زي ما بولي الرسول ألم بارح كلمة خطوط حمراء يعني إيه وتمشي على إيه تمشي على أي حاجة فيها إغراء أو تمشي على العلاقات المختلطة يعني إيه ممكن أكلم بصراحة أوقات كتيرة قوي بتبقى في زوجة شابة مش نوعك في زواجها مع زوجها عصبي بيخبط فيها هي بيخبط أي حاجة وفي الوقت نفسه ييجي من برا من الشيطان عرض أفر إنسان لطيف رقيء لذيذ كيرينج بيقراني يا بونا وبيحس بيه مرة أنا كنت زعلانة قال لي ما الوشك متغير النهاردة كنت بتمناها من جوزي ملاقتهاش وأنا بشر وجوايا ضعف الخط الأحمر بقى بامبة الخط الأحمر بقى مفيش اتفتحت الحدود مرة على مرة على مرة لما هو يوم غاب عن الشغل لا أنا حسيت I miss something important ده يعني إن أنا ما كنتش حاطت أو ما كنتش حطة خطوط حمرة إمبارح قلت لكم مفيش إنسان يصق في نفسه إن داود اللي كتب المذامير اللي إحنا بنصليها وقع عشان ما كانش عنده خطوط حمرة عجبتني بنت عندي تعترف اشتغلت في بنك من البنوك الإستمارية اللي يعني كل الناس تتمنى إن أشتغل فيها واشتغلت في حاجة اسمها الكور كور 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 روم يعني البطن البنك اللي هي أي حد يتمنى إنه يشتغل في المركز ده ومرتب ومرتب لا البنك دا استمار مش كل مش راس ماله مصري يعني ما علينا ابتدت جاية تقول لي إيه أنا أعضى في وسط بنات وستات سوريا أبونا بيكلموا كلام متجوزين بيتكلموا على كل حاجة في الجواز وأنا بنت منفعش أسمع الكلام ده أنا بتدمر أنا مش عارف مين زي أول سموك بيشربوا وهي دي الفانتازية وهي دي الحياة عندهم بيخرجوا خروجات مش بتاعتنا أنا بحس إن ودني بيتسمم بتادي تحط سماعات في وداني عشان أسمع أي حاجة أنا بشتغل يشيلوا السماعات كنوع من أنواع الهزار ووي لآخره قلت لها جاهدي يا بنتي قومي جاهدي وقومي وخلي ليك حدود ووي لآخره بعد شهرين ثلاثة جت اعترف ما جابت لي السيرة بقولها أنت عام لأيه في البنك قالت لي أنا استقلت قلت لها طيب تشغل أي دوقتي قال لي لسه ما لقيتش شغل قلت لها إزابت على الفكرة البنت دي أنا فخور بيها ليه لأن عارفت يعني أخطوط حمره هي حست إن ودنها تتلوس وعقلها هيتلوس وقلبها هيتلوس من اللي بيقوله الستات هو خلاص نفسي قدام المسيح يسوي إيه يوسف الصديق عمل نفس القصة كان فيه أفر وكان فيه زن يوم بعد يوم أنتو لما تقرؤ كتاب المقدس لقوا بيتطرده ده المرة الأخيرة اللي هرب فيها دي كانت يعني مرة من المرات هرب وجري لأنه ممكن لو قعد كان ممكن يقع أوقات بحتاج قرارات حاسمة في حياتي ولازم أهرب لازم أهرب حتى لو أنا اسمحوا لي أتكلم بصراحة يا أباقي خادم وخادمة في الكنيسة وبنخدم في حاجة واحدة ومن جوايا حاجة بتدت تحس بارتياح وفزت أربع خادمات لما الخادمة دي بالذات ما جاتش الخدمة النهاردة قلت لهم أخبار فلانا إيه خير يا جمال عما تسألوا عليها أنت محتاج خط أحمر الإنسان الروحي يحيى حياته الروحية وهو خايف يخسر إكليله وما عندهش أهم من إكليله حتى لو بعض الأمور استدعت منها نكون طف شوية في ناس في ناس بتتعلق أنا لازم أكون واضح بعد تقولي على فكرة أنا بحسدك قوي على مرات مش أنا كأبونا يعني أنا بكلم عن الراجل يعني أنا بحسدك قوي على مراتك أنت كلك رجولة وكلك شهمة على فكرة أنا بحب مراتي قوي 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 أنا ما استهلش مراتي أساسا مشوا لها بجد إيه كمان هتقع هتقع مفيش كبير الحياة الروحية مفيهاش كبير طرحت كثيرين وكل قتلاها يبقى أول حاجة في الإرادة الكلمة الحلوة اللي أنا محتاجاها لو بعتها الشيطان خط أحمر المجاملة الحلوة اللي أنا محتاجها ده أنا يا ابونا بشتغل ستاشر ساعة ومراتي بكاشترا في وش ليل ونهار وبتقول جبت لنا بلد ساعة وبلد نجا ده أنا كد تعالين ومعايا واحدة في الشغل كل ما تشوفني بتحسي بتقولي أنا بحسي ليك اهرب اهرب يبقى قدام الإرادة الضعيفة أعمل إيه؟ فاكريني المسل بتعام بارح بتاعة التورطة البيضة والتورطة الشوكولاتة طول ما أنا بتعرض لها بضعف لو أنا قمت وجريت مش همدي إيدي عليها اتنين لو أنا قمت وجريت ضعيفة جدا في الصلاة وفي قرية الإنجيل أعمل إيه؟ هحكي لكم حكاية وبعد الحكاية أقول لكم نعمل إيه؟ في مرة من المرات كنت في رحلة أعتقد يا كنت جاي كندا يا كنت راح أمريكا لأنها كانت رحلة طويلة صليت وقريت ونمت وقمت وحضرت وصليت وقريت والرحلة إيه؟ ما بتخلص وقال الآن فلقيت مجلة في الكرسي اللي قداماني الكرسي فيه كده جراب طلعت مجلة فبقرة في المجلة تصفحتها معظمها إعلانات بس لقيت حاجة شدتني قدت نوم والمقالة بتقول تفتكر قدت النوم دي اتعملت من إيه؟ اتعملت من إيه؟ أنا شايف خشب يعني اتعمل من إيه؟ فقريت أول مقدمة بتقول هل تصدق أن قط النوم دي اتعملت من عيدان كبريت؟ راجل قعد خمستاشر سنة يلم كل عيدان الكبريت هو ومصر والعيلة بقى وعيلة العيلة والجران أي حد يا جماعة عنده ماتشز ومتاع مرمهاش في الكربش وشهالي فكل الجران شايفها إيه؟ آآ يعني هيعمل بإيهدان الكبريت المطفية يعني فود اللي يجمع إيهدان الكبريت إيهدان الكبريت إيهدان الكبريت لما بقت ملايين الملايين ويخزنها ويخزنها وراح لمصنع خشب عمل حاجة اسمها كابس وضغط ومش عارف مين؟ خلاصة القصة يعني عمل منها قط النوم اللي انت شايفها سرير نايم على إيه بنا آدم من إيهدان الكبريت دولاب كومودينو قطة نوم من إيهدان الكبريت انت يابونا توهدنا انت عايز تحكي لنا إيه؟ عايز أحكي لكم على نظرية في الحياة الروحية أخدتها أو يعني طلعتها من قصة الكبريت وقط النوم النظرية دي اسمها نظرية الفتافيت أو كسر الخبز اللي ممكن كسر الخبز اللي انت كنت هترميه يملى 12 قفة وانتوا فاهمين انني بتكلم على إيه؟ الكلام ده معناه إيه؟ ناس كتيرة قوي تقول بصراحة أنا مليش في الصلاة خالص 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 والصلاة بتاعتنا تقيلة وسبع صلاوات وقعدين مزامية أنا مش قادر وإرادة ضعيفة وكلما أمسك الأجبية وبص لألاقي إن صلاة النوم 28 صفحة نفسي تقفي أقول لك ابتدي بنظرية عود الكبريت أو بنظرية الفتافيت إزاي؟ هاخد معاكو شوية أمثلة لو واحد ما بيقدرش يصلي خالص 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 وبيقول لي بصراحة يا ابونا أنا بتحارب بالصلاة وأحب أحب ربنا بس بكره الصلاة هو طبعاً ما يجيش لكن أنا أفترض أنه أقل كده هقول له تقدر تقف قدام ربنا دقيقة واحدة يقول ليه؟ يقول له دقيقة واحدة عود كبريت واحد دقيقة واحدة أقول لي أقدر أقف دقيقة عارفين في الدقيقة تقدر تعمل فيها إيه حضرتك؟ تقول إتناشر صلاة يسوع في دقيقة واحدة بص في الساعة كده وعد ورايا حتى حتى يوجي بص في الستوبوتش أو أي حاجة فيه عارف يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي ارحمني أنا الخاطئ يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي ارحمني أنا الخاطئ أنا واثق أن أنا مخدتش ربع دقيقة بس أنا عدتها قبل ما جالكم بالستوبوتش إتناشر مرة صلاة يسوع في دقيقة واحدة أنا يا ابونا مش قادر وقردت ضعيفة ومش قادر أصلي طيب تقدر تقف قدام ربنا دقيقة؟ أقدر أقف قدام ربنا دقيقة قول قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي اللازل يموت ولد من العذراء صلب على الصليب قام من الأموات وكملها لغاية أخرها في دقيقة واحدة بقى بنا اللازل لو قلت قدوس قدوس رب الصباوت السماء والأرض مملؤتين مجدك وكرامتك هتاخد أربعين ثانية يا يعني نقدر أقول صلاة يسوع وقدوس وقدوس في دقيقتين بس بتقي فيهم ومش عاوزك تعمل أكتر من كده بس انت بنبني حاجة اسمها تكوين العادة وكسر قناعة جواك انك ملكش في الصلاة انت صليت لمدة دقتين سصليت اتنقلت من دايرة واحد ما بيصليش لواحد بيصلي مش مهمة قد إيه لأن ادي جاية في النقطة الجاية ليتراقف الله علينا ثلاثتاشر ثانية ده مزمور يا يعني أنا ممكن أقول في الدقتين اتنين قدوس واثناشر مرة صلاة يسوع وفي اتناشر ثانية أقول مزمور يبقى أنت صليت ارحمنا يا الله ثم ارحمنا دقيقة واحدة ياه ده أتار الفتافيت تتجمع مع بعض والفتافيت مع عود الكابريت عمله قضة نوم انت تقدر تصلي ولو دقيقة بس قوعة تقول لي أنك ما بصليش ما تنفعش مش هينفع ابتدي بالفتافيت أحكي لكم حكاية على حكاية الفتافيت ولا أقول لكم نأجلها شوي احنا قلنا كم دلوقتي طريقة طريقة الولانية اسمها الخطوط الحمراء الطريقة الثانية اسمها ابتدي بالفتافيت في الإنجيل لا أنا ما بفهمش في الإنجيل من تقرالي فقرة عند أول نقطة أربعة تسطر أحكي لكم حكاية في حكاية الفتافيت دي بس ما تقولوش لبنتي أنا حكيت لكم الحكاية اللي أنا عن بنتي بنتي وهي في سنوية عامة إحنا عندنا نظمة اسمه بقى الدروس في السنتر يعني عربيات رايحة ويذكروا وامتحانات كل أسبوع وحاجة زي كده فبنتي في سنوية عامة وبعدين أنا ديتها مرة كده كنت تعدى على السر تعالي يا حبيبتي عام لأيه في المذاكرة كوي عام لأيه في إجراءة الإنجيل سنتمي بلمها قالت لي إحنا ما بمدنا للإنجيل أو أما أني أو أيها الهоб قلت لي بابا سنوية عامة تحدي هتعملهم عليه يا ونسي أن أنا أسيس يعني تبوين وقعت الإنجيل وتعالي يا حبيبتي جابت الإنجيل أنا فاكر أنه كان إصحاح في إنجيل لقى تلاتة واربعين آية ورحت مصغل قلت لها أقري وخلصي للإصحاح ده فخلصت الإصحاح ما أهمش هقول لكم في كم دقيقة قلت لها فهمت إيه في الإصحاح قالت الإصحاح ده متقسم ثلاث حاجات أول جزء معجزة المسيح مع كذا كذا تاني جزء المسيح بيكلم التلميذة على كذا كذا تالت جزء حصل كذا كذا قلت الله 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 ده أنت قريتي وفهمتي وقسمتي قلت لها قلت لها عارف أنت أخذت كم قلت لها قلت لها خمس دقايق إلا عشر ثواني ما كملت إش خمس دقايق وخلصت إصحاح أنا بقول لك إقري نص إصحاح أو تلت إصحاح بس أوعي ما تقريش كل يوم الإنجيل فبحرج نفسي معقول أنا مش قادر أقدم ثلاث دقايق صلاة مش قادر أقدم ثلاث دقايق إنجيلة خلص فيه نص إصحاح طب بأي وش بقى أقول لها خش السماء وبأي وش بقى أقول لها أنا سهلتها لك خالص يا راجل قلت لك ثلاث دقايق ثلاث دقايق ثلاث دقايق يبقى أول نقطة كان اسمها الخطوط الحمرة تاني نقطة اسمها لإيه اسمها إيه الفاتفيت مش القرائيش النقطة التالتة النقطة التالتة اسمها التدرج يعني إيه التدرج في حاجة مش عارف أبطلها ممكن أبطلها بالتدريج وفي حاجة مش قادر أعملها ممكن أنمو فيها بالتدريج كلكم عارفين قصة القديس موسى الأسود القديس موسى الأسود لما دخل الرهبنة دخلها بدرجة سكري 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 جاء من الخمرة يعني كان بيشرب الدقاي في اليوم بيشرب جالون عارفين الجالون يعني سري بوين سيفن حاجة لتر يعني أربعة لتر إلا ربع ده مضمن ده ما بعرفش ينام الله ما يشرب الخمرة دي كلها فراحوا للقديس إيسزورس قالوا له هنعمل معا إيه قال لهم ادولوا كل يوم اللي متعود يشربوا بشرط واحد كل يوم تنقصونا قضحا واحدا عارفين فين جال القهوة لما أنا بشرب ثلاثة لتر ونص وتشين منهم شوية قد كده حس طب تاني يوم مش أحس طب على فكرة اللي عملوا الأنبا إيسزورس مع القديس موسى بيعملوا الأباء النهار بيعملوا دكاترا النهاردة في الإدمان في حاجة اسمها بيسحابوا المخدر بالتدريج من الجسم عشان ما حصلش بريك داون فشوفوا الأباء سبقوا الدكاترا بقد إيه ففي حاجات أنا مش قادر أنا النهاردة مضمن مش خمرة بقى انترنت الانترنت يا ابونا بتاخد مني من خمس لأربع ساعات في اليوم ده على حساب ولادي على حساب مراتي على حساب حياتي مع ربنا لو أنا قلت لك من بكرة دلت الفيسبوك ودلت دليت يعني اليوتيوب وايه تاني عندكم بيضيع وقت وإنستجرام وواتساب حاجات كده هتسيبني ومش هترجع لي تاني لكن أقول لك إيه نتفق نعمل البرنامج اللي بيعد عليك في برامج كده أبليكيشنز قد عليك أنت ضيعت قد إيه وقت مع كل أبليكيشن وإيه رأيك بدل ما يبقوا خمس ساعات في اليوم ضيعين أو ست ساعات ممكن يبقوا أربعة طيب حاول ساعة عشان خاطر يا ابونا طيب ربع ونص عشان خاطر أنا هنتصل شوية وهنوصل لحد كون إنك تقدر تتنزل ست ساعات لأربعة ونص انت شتريت ساعة ونص من عمرك كل يوم قدم منهم حتى الربنا لو سمع التدرج ففي حاجات مش عارفة بطالها محتاجة تدرج وفي حاجات مش عارف أنمو فيها محتاجة تدرج يعني إيه برضو أحكي لكم حكاية على ميزة الفتافيت مع التدرج في واحد كان اسمه جورج وكان خادم وبيساعد واحد اسمه قديس مرقص الناسك ده مشهور في تاريخ الكنيسة مرقص الناسك ده جورج ده كان بغير قوي من الأنبى مرقص الناسك ليه القديس مرقص الناسك كان يصلي بالاثناشر ساعة متصل فكان جورج يبص عليه وهو بيصلي يقول مفيش رجاء في الأبدية إذا كان الراجل ده سبعتاشر ساعة وأنا ما بصليش خالص هخش السماء زي فبعد عنكم دخلوا الإحباط فرح لي مين لأ معلمه قال لي يا أبا مرقص قال له إيه قال له أنا بغير أنك أنت بتصلي تصلي بالاثناشر والتلاتاش دعف اليوم وأنا ما بصليش خالص فديحك كده قال له ممكن تصلي خمس دقائق الصبح وخمس دقائق بالليل الفتا فيت وجاية التدرج قال له خمس دقائق وخمزاء قال له آه قال له بس أنت بسلت ناشر قال له ما لكش دعوة أنا بصلت ديه ممكن تكون أمين في الخمس دقائق الصبح وغزب لي قال له أوه خلاص هو كان قاعد في قول يا فرن بيعمل أربان وحاطت الدقيق فكان يطلع فوق كياس الدقيق والشويلة الدقيق ويصلي وفضل يصلي خمس دقائق خمس دقائق خمس دقائق في يوم عجبته الصلا فصلا عشر دقائق فخاف يكون خرج على التدبير فرح لأبوه قال له أبا مرقص قال له نعم قال له إنبارح صليت عشر دقائق بس انبسطت قوي قال له خلاص هنتفعل حاجة جورج لو أنت فرحان كمل لكن لو أنت ابتديت تتحارب ارجع تاني الخمس دقائق اتفقنا يعني خمس دقائق فيما فوق مسموح لك يلا الصلا في يوم الأيام جورج طلع فوق شوال الدقيق وابتدى يصلي عجبته الصلا وعجبه الترتيل وعجبته التسبحة فوسط هو بيصلي وبيرفع وشه الفوق اختفى سقف الحجرة وراء المسيح وحوله ملائكة تسبحه بقى مش عارف يعمل ايه أول ما المنظر انتهى شوفوا الأمانة في الخمس دقائق تعمل ايه شوفوا الأمانة في العشر دقائق تعمل ايه أول ما المشهد ده انتهى نزل جري يا أبا مرقص يا أبا مرقص يا أبا مرقص اذا كنت انا بعشر دقائق شوفت المسيح أمال دوت بقى اللي بتنشر ساعة بيشوف ايه فرح قال له عاوز اقول لك حاجة فرح قلبك قال له ايه قال له فوسط ما بصلي برفع عيني للسماء لقيت السماء مكشوفة ورب المجد حواليه الملائكة بتسبحه فقديس مرقص حاضن طبع عليه وقال له توباك يا جورج بقى لي تلاتين سنة في البرية ما شوفتش اللي انت شوفته روح يا ابني وكمل صلاتك ببسطتك الفتافيت والتدرج يوصل ويأول ارادة زي اللي راح جيم وبتدي يشيل كيلو هو يفضل طول عمر يشيله بعد شوية اتنين كيلو خمسة كيلو سبعة كيلو احنا قلنا كم حاجة قلنا نمرة واحد الخطوط الحمرة اتنين الفتافيت تلاتة التدرج أربعة التشجيع يعني ايه الحقيقة الجو بيأثر قوي علشان كده المسيح بيبعتهم اتنين اتنين لو انا مش قادر اشجع نفسي ولي يا صديق روحاني اتفق معاه على نظام ان احنا نشجع بعض انا هستفاد وهو هيستفاد فاني محتاج اشجع نفسي واخلي كمان حد معايا يشجعني لان اتنين افضل من واحد والخيط المسلوث بصوا هحكي لكم اعتراف اول ما ترسمت كاهن الكلام ده كان سنة مش فاكر مش مهم مش مهم سنة كامل المهم ان يعني ان ترسمت وخلاص كان معايا زميلي في الرسامة قصة ابونا بشوي شارل احنا الاتنين اترسمنا في واحد ويظهر كان الاباء محوشين كتير قوي فقابل ابونا مخايل عزيزي بعتلي خمسين اسم قابل ابونا حن يقول لي حالات مستعجلة قابل ابونا مرقص يقول له ده انتوا ربنا بعدكم عونا بصينا لقينا نفسنا افتقاد كلها حالات المتأخرة قوي في الامراض وحاجات كده وبنشتغل شغل 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 ما فيش بقتل النفس قابلت ابونا بشوي قصة دي حصلت زي ما بقولها كده في مكتب الكنيسة بتعنكوا الهم ركب وشه مش هو ده مش هو ده ابونا بشوي يعني فبقول له مالك بيقول لي انت اللي مالك قلت له لا مالك انت قال لي انت مالك وقل لك شكلك مش عاجبني قال لي وانت شكلك مش عاجبني احنا بقول بعد كده قلت له انا هقول لك ونكسف بين الكهنود ده وقع علي بالخسارة فقال لي ازاي يعني وقع عليك بالخسارة قلت له اقول لك حاجة ومش انكسف يعني ما حنا دفعة قال لي قول قلت له قانون الروحي بقى ملأ أخلق اقول لك ان انا بقالي ثلاث يام مفتحت شكتاب المقدس بروح اوقات بنام بالجلابية السودة تكفي كده ما بقومش يعني عبل ما قولي تاكل ايه اكون نمت راحت قال لي وانا كمان قلت له هاي تاهت ولا ايه احنا بنعلم الناس يقروا ويصلوا واحنا بقينا نكاروت في الصلاة ومنقراش كتاب المقدس طب اننا كنا بنقرأ يوم او يومين لا يومين او يوم لا يعني ما فيش انتظام بتاع قبل الكهنود فاتفاقنا على انظام ساعتها ما كانش فيه موبايلات بس كان فيه التليفون بقرص ده قلت له انت بترجع تقريبا الساعة كان بالليل قال لي 11 ونص 12 وانت بترجع كان قلت له 11 ونص 12 فعملنا حاجة اللي روح الاول يرن على التاني في الحدود دلية من 11 الاثناشر علشان حددنا قراءات نقراها سوا كل يوم وكل واحد بفكر التاني فانا ممكن اروح مادام عندي تقول لي ايه على فكرة التليفون رن رن وما كملش اوكي هاتي الانجيل في الاول كانت فكرة في حد بيضايقنا في الوقت ده يعني في الاخر قلت له علشان تبقى متطمنة يعني فبتقول لي ابونا بشوي رن مرات مسناشوا تقول له لابونا بشوي ابونا بقول سرن تعالش بقينا نرن احنا الاثنين على بعض عشان احنا الاثنين نفكر بعض لان ما فيش اهم من الحياة مع الله للخدمة ولا التكريس ولا الكهنود اذا ما كانش كل ده يؤول لمحبة الله يبقى باطل الاباطيل الكل باطل وده بقوله لاي حد فيك وبيخدم اوعى تخلي الخدمة ولقبها خادع يخدعك ده مع ربنا كل يوم ولا لأ ده الاهم فمحتاجين لما نكون خدام نشجع بعض واللي ما بيخدمش وليه صديق يقول له يا حاج محدين نتكلم على اخبار مصر والدولار الوصل اللي كان في مصر ومش عارف مين جاب مصر ايه ومين جاب كمونه ومجيب مش عارف ايه ما تجي نشجع بعض يبقى بنا نظام لابا انا عاوز اتسأل سؤال مش احنا متجوزين بدل ما ننقر في بعض ونقول ده مقصر وهي مقصرة وهي نكادية وهو عصبي طب ما نتفق ان كل زوج وزوجته مش ضروري يقروا مع بعض لو وقتهم ما يسمعش بس نتفق على اية ونراجع بعض نراجع بعض ها ايه الاية اللي عجبتك النهاردة طب كويس انك فكرتني ده انا ما قردش انا كده خجلانة هاقوم اقرى طب ايه الاية اللي انت عجبتك النهاردة يوم هقولها ويوم لا لا انا لسه ما قردش بس كويس انك فكرتيني التشجيع التشجيع شجعوا بعض زي اقول لكم حاجة اقولها لكم بمثل تعرفوا اتنين راحوا الدكتور دايت مع بعض هي راحت لوحديها فشلت مرة واثنين وثلاثة فراحت ايها وصدح بيتها وكل واحدة التابعة التانية وتقول لها خسيتي قد ايه كل اسبوع على فكرة ده بيشجع ولا ما يشجعش ليه اول ما تقولك انا خسيت كيلو وتبنمائة جرام وانت خسيتي كيلو ومتين جرام تلاقينا مش هتعشها مش هتعشها ليه؟ بقى عندك موتف ده تشجيع علشان كده الارادة تحتاج تشجيع بطريقة الفاتفيت وبطريقة التدرج وبطريقة ان كل اتنين بيحبوا بعض يشجعوا بعض على العمل روحي قلنا كم نقطة لغاية دلوقتي واحد خطوط الحمرة اتنين ايه؟ تلاتة التشجيع خمسة انا عندي اية بتقول بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء طيب دي اترجمها ازاي اشتكي كل يوم لربنا ضع فقراتك وقول لرب اديني نخوة اديني دفعة اديني زقة احمل حاجة ان نبني اكتر خلي الروح القدس اللي شغلته انه يلهني ايه؟ عشان ما بعيدش ولا انسى ابونا ركا يعني قال لي انا كنت بداخن لمدة 14 سنة وقردتي مهزومة قدام السجاير بشكل محدش يتخيله وبعدين اجيب علبة السجاير وقطعها اسحب السجارة وقطع علبة السجارة كلها وبعد يوم واحدة اشتري واحدة جديدة مر على مرة ازهق فارجع اشربها تاني فضلت مهزوم بداخن 14 سنة وفي اخر ثلاث سنين بحاول بطلها مش عارف بطلها فرح لاب اعترافه فاب اعترافه قال له حبيبي قال له نعم قال له انت بتحاول تبطلها ازاي؟ فالشاب ده حكاله فابونا قال له بتطلب ربنا قال له اطلب ربنا في ايه؟ قال له تطلب ربنا بدموعه بلجاجة اني بطلك السجاير قال له ايه علاقة ربنا بالسجاير؟ قال له يبقى كده عمرك ما هتبطلها هو قال بدوني لا تقدره ان تنفلش فهطلب منك حاجة الولد بحكي يقول له طلب منه وابونا قال له تروح على الستر الهيكل في هيكل هيكل مارجرجس ده اول هيكل يعني ما علينا هذا الهيكل موجود جوا الكنيسة وتمسك الستر وتقول له يا رب لما نازفت الدم لمسكتك خفت بعد اتناشر سنة انا بقول لك مهزوم بقال اتناشر تلاتاشر سنة بطلني السجاير فالولد بقول لي ايه؟ ابونا قال الكلمتين دولة وانا عملت حاجة ابونا ده لا عمره في حياته ما شمش رحة السجارة ما يعرفش عن ايه سجاير ولا ما همسك الستر واقول لربما بطلني السجاير هي بطلني السجاير خرجت من الباب الجانبي بتاع الكنيسة ومشيت عشرين متر وحاجة جوايا ديقتني ان انا كاسر طاق قلت اروح واقولها من طريق ناع ليه؟ عشان ابونا يسألني المرة الجاية فاقوله انا عملت كده ولسه ما بطلتش لحسن يقول لي ما بطلتش ليه فاقوله عشان انت انا ما عملتش كده فاروح ترايح ومسكت السجر اول ما مسكت السجر حسيت ان انا مش بمثل انا بتكلم بجد مع ربنا حطيت السجر على عناي وابتديت ابكي واقول له يا رب انا مزلول من خطيط السجاير بقالي اربعتاشر سنة واب اعترافي قال انك انت زي ما خففت المرأة نازفة الدم هتخففني ممكن تبطلني السجاير بعد ما روحت قعدت شوية كده قبل ما نام فتحت الكومودين وعشان اطمن في علب السجار هتكفيني بكرة يعني دخل نام الصبح بيقولي انا متعود اقوم ام تجيب لي قهوة ولازم اشرب سجارة مع القهوة عشان نقدر يكون عندي الباور اقوم اخسي الوش فالعلبة موجودة والقهوة موجودة والولاعة فوق العلبة بصيت كده انا لقيتها الساعة اثنين الظهر ولا سجارة ابتديت خاف هو الموضوع قلب جد ولا ايه قال لي مش اطول عليك يا ابونا انا بقالي سبع سنين من هذه اللحظة حتى الان لحطيت السجاير ولا القهوة في بقي طلبت بطل السجاير بطلني السجاير والقهوة عايزة ارجع للنقطة اللي بتقول بدوني لا تقدرونا ان تفعلوا شيء عشان كده اطلب قل له مغلوب قل له مهزوم قل له فيه علاقة وحش عاوز اطلع منها وانا مش عارف اطلع منها ساعدني اويني لو عاوز من قلبك هيشتغل افكرك بالمعجزة اتريد ان تبرأ اي كان وطبعوتيو انا اقدر انت عاوز لو انت عاوز انا اقدر بس مش عامل حاجة غصبا عنك طولت عليكو انا خلصت بس نقول النقطة اول حاجة الخطوط الحمرة تاني حاجة الفتافيت تلت حاجة التدرج ربح حاجة التشجيع خامس حاجة اطلب منه ربنا يديني ويديكم لسه موضوع الاراضة شغالين فيه بكرة وبعد ان شاء الله لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الابد آمين اشتركوا في القناة 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 شكرا